دلوقتي هنروح للعالمين الجديدة مع دينا شرف ونشوف كده أبرز اليوم أبرز الفعاليات النهاردة في المهرجان نتفضل يا دينا صباح الخير يا منا صباح الخير يا محمد صباح السعادة والتفاول على كل المصير في كل مكان احنا هنا من منطقة الدعون تاون من مدينة العالمين الجديدة اللي بالفعل تم تجهيز وتسليم تقريبا حوالي 99% من المنشآت الموجودة هنا من وحدات السكنية عدد كبير من وحدات السكنية يمكن بتصل إلى 1320 وحدة سكنية في منطقة الدعون تاون هنعرف تفاصيل أكتر عنها والتشتباط وإزاي بيتم التسليم وكمان الكيفية استخدام التقنيات الحديثة في هذه المنطقة ومعينا على الهواء مباشرة المهندس محمد جابر المشرف على منطقة الدعون تاون في مدينة العالمين الجديدة أهلا بيكو صباح الخير صباح الخير على أهل مصر كلهم ونورتنا في مدينة العالمين الجديدة طبعا احنا شايفين انه يمكن خلاص تم تسليم عدد كبير من الوحدات ويمكن الناس كتير سكنة ومتواجدة بالفعل في منطقة الدعون تاون عايزة تفاصيل أكتر عنها منطقة الدعون تاون احنا بتنقسم لمرحلتين بالنسبة لنا المرحلة الاولة خلاص بيعنا كل الوحدات الموجودة فيها ان شاء الله بإذن الله والمرحلة التانية قدرت تنفيذ بالنسبة 80% المرحلة الاولة بتتكون من 40 عمارة زكنية على 14 بلوك شرق بغربي وبيتكون من بيزمنت اول وتاني اتنين دور بيزمنت ومعايا دور الارض التجاري ومعايا دور الميزانين وتسع أدوار متكررة حالك قلتني يمكن اخر دور كمان بيكون فيه حاجة زي البنت هاوس طبعا احنا المساحات اللي عندنا بنتكلم من 117 متر إلى 250 متر دي الوحدات المتكررة معادة دور البنت هاوس من 350 إلى 400 متر دي موجودة معنا المنطقة بتشمل كم واحدة بالزبط؟ احنا عندنا هنا 1320 واحدة في المرحلة الاولى ودي اللي خلصناها اولا ومعانا 896 واحدة المرحلة التانية قيد التنفيذ under construction دلوقتي وان شاء الله بإذن الله يعني تسلمها في فترة قريبة بإذن الله ممكن انا ورانا كنت بسأل حضرتك عن هذه المنطقة ويمكن قلتلي دي منطقة البلازة بتشمل على ايه منطقة البلازة؟ منطقة البلازة دي اللي بتربط لي يا فندي من الجناح الشارقي بالجناح الغربي بالمشروع ودي على مساحة 6100 متر فيها أربع منافس بها مساحة المنفذ الواحد 100 متر ودي بيقام فيها الحفلات ويقام فيها أي أنشطة ترفيهية موجودة عندنا في الداونتون فيه كمان منطقة للمحلات وفيه الجراشات موجودة تحت كل احنا عندنا الدور الأرضي ده كله دور تجاري بالنسبة لنا بيشمل 111 فراغ تجاري احنا قريدي بيعنا 56 منهم لحد دلوقتي وان شاء الله بإذن الله الصيف اللي جاي هيبدأ يشتغلوا معنا وان شاء الله بإذن الله بخلاف كده احنا معنا اتنين حمام سباحة واتنين ادي صحي واوردي احنا دلوقتي مشغلين حمام سباحة فيهم اللي في الجناح الشرقي نتيجة السكان اللي فيه فاوردي احنا شغلين فيه دلوقتي بخلاف كده احنا معنا حوالي زي ما اقول لحضرتك إن احنا معنا السكان كلهم متواجدين في المشروع نسبة إشغلنا تقريباً من 70% لـ 80% في الأيام العادية والنسبة تشغالها بتوصل إلى 100% في الويك اند وفي الأجازات الرسمية المدينة بتكون فيها ناس بالفعل وزي ما بنقول كده أنا مدينة العالمين الجديدة هي مش مدينة صيفية فقط لكن هي في فصل الشتاء أيضا متواجدين للناس أكيد طبعاً إحنا عندنا هنا طول السنة متواجدين معنا ناس زي ما أقول لحضرتك كده إحنا بنتكلم في 70-80% على مدار السنة وفي الأجازات الرسمية وفي الويك اند بيبقى نسبة تشغالي بتوصل إلى 100% هنا في المشروع إيه الخدمات اللي بتدارو تقدموها للسكان صيفاً وشتاءً؟ هنا يا فندم إحنا مبدئياً بالنسبة للمشروعات دونتون إحنا أوريدي بعنا فالسكان موجودة عندنا فإحنا عندنا إدارة سمودو عندنا شركة سيفتي موجودة أوريدي في المشروع وعندنا شركة هاوسكيبنج للنقل المخلفات لخارج المشروع فإحنا أوريدي إحنا بنحاول نخدم على السكان الموجودة بكل الخدمات الممكنة طيب حضاك يمكن كلنا بنتكلم قبل الهوى عن التقنيات الذكية والحديثة في هذه المنطقة أو في مدينة العالمين الجديدة كلها ككل طبعاً بالفهم الاستخدام لأنها مدينة ذكية وميمدن الجيل الرابع أقول لحضاك إحنا ميزة المشروع الدونتون إحنا عندنا اتنين محطة معالجة مياه رمضية والمحطة دي بتعظم إعادة استخدام المياه عندي في المشروع فإن أنا بستخدم عامل شبكة صرف ومفاصلة للمياه الرمضية اللي هي أعتبر مياه الخليط بالزيوت والصابون مياه الشاور مياه المطابخ بأعمل لها إعادة ريسايكلينج في محطة المعالجة وإعادة استخدامها سواء في أي الزراعات أو استخدامها كمان معانا في المياه السيفون طبعا ده يعني أخذ مجهود جبار وقت كبير علشان يتم التجهيز ده بشكل يكون طبعا مناسب لكل الأسر الموجودة أكيد طبعا وإحنا بنحاول على قد ما نقدر أن إحنا نراعي جميع الأسليب الحديثة في المشروع عندي بخلاف كده أنا عندي برضو سخنات شمسية يعني بخلاف السخنات الكهربية التقليدية عندي سخنات شمسية ودي بتبقى في الدور الروف عندي فوق ودي بالنسبة لي بتوفر لي مساحات وبتوفر لي في استهلاك الكهرباء فإحنا بنحاول نمشي مع خطة الدولة في توفير المياه استهلاك المياه وتوفير الكهرباء وتطاقة بالمشروع يعني شكل عمرات يمكن تشتيب على الأعلى مستوى ومجهزة بشكل كبير أماكن للأجهزة التكييف البلكونات موجودة يعني واضح إن هي طبعا يعني إيه مصممة على الأعلى مستوى أكيد يا فنديم إحنا هنا أشتيب الداخلي أكيد طبعا إحنا هنا بنتكلم المرحلة الأولى معنا شغال معنا شركة التحاد شركتي إتش إلي الإنشاءات واتحاد المعاولين تريبل سي والمرحلة التانية شغال معنا شركة ونوفو للبناء ودي شركات على أعلى مستوى عند في المدينة ويشغالين معنا التشتيب بالنسبة لنا الداخلي والتقسيم المعماري على أحدث مستوى بالفعل هل فيه فرق ما بين تشتيب هنا هل هناك أي حي لنوان عملتクل ثانته ما بين أحياء الأخرى في مدينة العلميون؟ أ gerل مدينة العلميون بتتقسم شرائح هي المنطقة الجنوبية بالنسبة لإسكان متوسط المنطقة الشاطئية إسكان傾ڭ المتوسط وإسكان فاخر لا ت REP! نتحدث هو إسكان فوق المتوسط نفس wir 신定住 هنا في منطقة الشاطئية المنطقة الشمالية المشروعي طبيب يضح على اللاجون البحيرة الصناعية يوجد في المدينة وفي أجزاء مني يضح علي البحيرة ضائرة على البحر مباشرة شايف البحر يعني بالنسبة لي هيدام التسليم خلال قد ايه حدك تقول فترة يعني قليلة ان شاء الله يعني تقريبا احنا بنتكلم المرحلة الاولى قريدي ان خلاص بيعتها فندم وان شاء الله بإذن الله احنا معانا 111 فراغ تجاري بيعنا بينهم 56 فراغ وان شاء الله الصيف اللي جاي بإذن الله يعني هيبدأ تشغيل كل الوحدات التجارية المرحلة التانية ان شاء الله بإذن الله احنا فطور الكنستراشن دلوقتي وبإذن الله بنتكلم ان احنا هنخلص في فترة قريبة وهنسلمه لسكان دايرك ان شاء الله ان شاء الله باتمنى لكم التوفيق دايما ويعني بشكركم على المجهود الكبير اللي ايمين به هنا علشان نبقى مدينة العالمين هي مدينة ووجهة سياحية مشرفة لمصر كلها بشكرك شكرا جزيلا المهندس محمد جابر عض المشرف على منطقة الدعوة بمدينة العالمين الجديدة زي ما تبعته معانا محمد ومنا يمكن انا كل فقرة بقدمة من هنا من كل مكان مختلف في مدينة العالمين الجديدة كل الاماكن على اعلى مستوى بتمارس او بتستخدم كمان التقنيات الذاكية والحديثة في الانشاء والبناء وكمان في البنية التحتية وغيرها من الاماكن حتى الاسكان المتوسط الاسكان فوق المتوسط منطقة الدعون تاون الحي اللاتيني والابراج الشاطئية كلها على اعلى مستوى وتناسب او تلائم كل فئات المجتمع بشكركم وبصبح عليكم مرة تانية شكرا ليكي دينا شرف مسؤولة ستوديو صباح الخير يا مصر في العالمين بتقدم لنا رسالة يومية والفقرة المميزة اللي بتقدمها لنا من العالمين بنشكرك شكرا جزيلا ليكي ترجمة نانسي قنقر